يتردد يحيى بين الوقت والآخر على مركز البسمة الصحي من أجل المعاينة والعلاج برسوم رمزية مساعدة ودعما للمعسرين الذين ضاقت بهم الحياة وأنهكتهم متاعبها في مدينة يعيش ملايين السكان فيها حصارا خانقا منذ ثمان سنوات بالنسبة لنا المجتمع عامة يعني بصمة متميزة وهو ربما المركز الوحيد في المنطقة فهذا المركز يعني له من الخدمات الطبية قبل أن يفتتح المركز كان عبارة عن صيدلية صغيرة تعمل على تقديم ما تستطيع من خدمات طبية للأمراض بخصم يصل إلى 70% من قيمة الأدوية وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يعتمدون على الأدوية بشكل متواصل بظل ظروف معيشية صعبة لغالبية الأسر في مدينة تعيز المحاصرة بفضل من الله توفيقه الحمد لله اليوم فتحنا مركز البسمة التابع لمؤسسة دراع البسمة والذي ستكون أرباحه لصالح الأعمال الخيرية وبعد أن أصبحت البسمة مركز صحيا فقد عمد إلى تخصيص 50% من عائداته لصالح مؤسسة خيرية تعمل على تقديم الخدمات الخيرية والإنسانية للأسر الفقيرة والمعدمة بهدف التخفيف على المواطنين القادمين من الأرياف ومراعاتهم بقيمة المعاينة والفحوصات والأجهزة وشراء الأدوية كبادرة خيرية للتخفيف من معاناتهم وأوجاعهم المركز يتطلع بحسب القائمين عليه مستقبلا للعديد من الأعمال الخيرية تسقي الماء وتوزيع الأضاحي والكسوة للأيتم والفقراء وتقديم العلاج والأدوية مجانا أو برسوم رمزية لغالبية الأمراض الفقراء غير القادرين على تحمل التكاليف العلاجية وغيرها من المشاريع الخيرية والإنسانية التي تخدم المواطنين المغلوبين على أمرهم هناك عوايق نواجهها وهي الصحة في الدعم من البعض لكن نشكر كل فاعي الخير نشكر كل يوم من وقف معنا نشكر كل من سجعنا ولو بالكلمات مركز البسمة وغيره من المراكز والتدخلات الصحية التي تتفانى في تقديم خدماتها للمعسرين نموذجا للتكاتف والعمل الإنساني في سنوات الشقة والعسرة وهو ما يتطلب دعما وتشجيعا وتبني مثل هكذا مشاريع عون صحية وإنسانية زبيد الوجيه لبرنامج أبواء سهيل تعز